معنا الآن في الستوديو ديفيد بريسلي مناسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن أهلا بك سيد بريسلي قبل الحديث عن هذه الهدنة التي توصلتم إليها نسأل أولا عن قضية صافر إلى أي ماذا يمكن القول بأن قضية ناقلة صافر قد حلت الآن أولا شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لي وقضية صافر مهمة للغاية لأننا لدينا فرصة لحل المشكلة هذه الناقلة موجودة منذ نحو سبع سنوات منذ بدء الحرب وفيها مليون برميل من النفط وهذا النفط يمكن أن يتسبب بتسرب يعادل أربع مرات ما حصل في حادثة ناقلة الأكسون فالديز وفي الساحل لهذا السبب من المهم أن نجد حلا لكي لا يتسبب النفط بتلويث البيئة الآن لدينا اتفاق بين عدن وصنعاء لكي نمضي قدما لدينا شركات مستعدة للقيام بالعمل والآن يتم حاليا عمل مشترك بين مملكة هولندا والوات المتحدة للبحث عن الموارد لتمويل هذه العملية لكي نستطيع إنقاذ ساحل البحر الأحمر لكن ما هو حجم الدعم والالتزام من قبل أطراف الأزمة في اليمن بهذه الخطة الأممية التي تشرف عليها لا أسف لا أسمع السؤال ما هو حجم؟ ما هو حجم الدعم من قبل الأطراف اليمنية والالتزام بالخطة التي تشرف الأمم المتحدة على تنفيذها فيما يتعلق بهذه الناقلة؟ حاليا نحن في المراحل الأولية وتم تخصيص 80 مليون دولار ونتطلع لمساهمات من المنطقة ومن العالم حكومة اليمن نفسها لا تملك الموارد لهذا السبب علينا أن نبحث عن تمويل من مصادر أخرى ونطلب من دول الأقليم أن تفعل ذلك بسرعة وإلا سأنواته كارثة أنا حقيقة معني بأن يتم ذلك بحلول نهاية شهر سبتمبر لأنه عند ذلك سندخل بمرحلة أو موسم من الاقترابات في مياه البحر واحتمال أن يحصل شيء كارثة ما فالأفضل أن نفعل ذلك من الآن إلى سبتمبر ونحتاج إلى أربعة أشهر لإتمام العملية ونحتاج إلى تخصيص الأموال منذ منتصف شهر مايو لتخصيص الأموال ثم نبدأ بالعمليات بحلول نهاية شهر مايو بالنسبة لإشكالية التمويل تحدثتم عنها أيضا في بيانكم إلى أين وصلتم في موضوع التمويل الذي قلتم بأنه يجب الحصول عليه في الستة أسابيع المقبلة للمضي قدما في هذه الخطة طبعا الأخبار السارة هنا وأن هناك أولا فهما لأهمية هذه العملية وأهمية أن تتم بسرعة لم نتمكن من حجد كل الأموال اللازمة حتى الآن لكننا نعتقد أننا في الأسبوع القليل القادم سنرى هذا التمويل يصل ونثمن هذا الوقت الذي تحتموها لنا لنوصل الرسالة لكي يدرك الجميع أن هذه قضية طارئة وعاجلة وكما قلتم هي فرصة طيبة كل شيء يصير بالاتجاه الصحيح دعونا نقتنم هذه الفرصة لنحل المشكلة ونحمي السواحل ونحمي صيادين الإسماك وأيضا المصالح كلها في البحر الأحمر هذا ما ستؤدي إليه العملية حسب مراقبتكم وحسب تقييمكم للأوضاع الإنسانية في اليمن هل لمستم أي تداعيات لاتفاق الهدنة على الوضع الإنساني في اليمن حتى هذه الساعة حتى هذا اليوم على الأقل بالتأكيد هناك فرق في مستوى التفاؤل الذي لم يكن موجودا قبل أسابيع الوضع في اليمن قد تدهور عاما بعد عام وإضافة إلى تدمير الاقتصاد بعد كل هذه السنوات هذه الهدنة تتيح الفرصة لعكس هذا التدهو الاقتصادي الناس لا يمتلكون فرص عمل وأسعار الأغذية مستمرة في التصاعد والوضع في أوكرانيا قد فاقم الوضع إذن الهدنة تعطينا الفرصة لكي نخفف من التكاليف وأن نقدم الدعم من خلال فتح المطارات بحيث يستطيع الناس الذهاب إلى العلاج وأيضا فتح الطرق إلى تعز وتمكين العمل الإنساني من القيام بمهامه أنا متفائل من أن الهدنة إذا ما تماسكت سنستطيع إعادة بناء الاقتصاد لكن الإخفاق في ذلك هذا يعني إخفاقاً في تقديم المعونات الإنسانية علينا أن نقتنم هذه الفرصة الآن شكراً لك ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن شكراً لك ديردي جريسلي 검ة الإنسانية فيديوكي